الولايات المتحدة تحذر من خطر غزو روسي كبير ووشيك لأوكرانيا والمانيا تحذر من أن أوروبا قد تكون على شفى حرب على وقع الحشود العسكرية الضخمة لأطراف الأزمة برلين أيضا أكدت وحدة الموقف الغربي تجاه أي تحرك روسي ضد أوكرانيا وحذرت من أنه ستنتج عن عقوبات مؤلمة ضد موسكو التي قللت بالطبع من شأن هذه التهديدات وقالت إنها لا تباني بأي عقوبات قد تفرض ضدها الأمور ليست بهذه المبالغة التي يراها الغرب لا بالنسبة للتحرك العسكري الروسي ولا بالنسبة لوطأة العقوبات التي يهددون بها موسكو هكذا ترى روسيا الأمور إلى حد اللحظة هذا وفق تصريحات السفير الروسي لدى السويد الذي أكد أنه كلما ضغط الغرب على روسيا أصبح ردها أقوى السفير الروسي أشار إلى أن بلاده تحاول تجنب الحرب لكن في الوقت نفسه لا تبالي بخطر العقوبات من جانب آخر تواصل دول أوروبية مساعيها لنزع فتيل التوتر وإقاف التصعيد المتزايد من دون التخلي عن اللهجة الحازمة المستشار الألماني أولف شولتس أعلن عن زيارتين سيجريهما الاثنين والثلاثاء للقاء رئيسي أوكرانيا وروسيا شولتس أكد أن مهمة بلاده تتمثل في عدم ضمان نشوب حرب بين الأطراف لكن برلين لن تترك حلفاءها عرضة لأي غزو محتمل في السياق نفسه يرى مصدر حكومي ألماني أن ألمانيا لا تتوقع نتائج ملموسة من اجتماع شولتس مع بوتين المصدر أشار إلى أن شولتس سيؤكد لبوتين وحدة الموقف الغربي بشأن أي غزو روسي ذلك لأنه سينتج عنه فرض عقوبات مؤلمة وكبيرة على روسيا وفق تأكدات المصدر وفي سياق الأزمة ترى أوكرانيا أنه لا جدوى حتى الآن من إغلاق المجال الجوي للبلاد أمر وصفه أحد مستشاري الرئيس الأوكراني بأنه محض هراء ويمثل حصارا جزئيا على بلاده وأضاف أن أي قرارات لأي دولة بتأجيل رحلاتها إلى كييف أو إجلاء رعاياها من أوكرانيا أمر لا علاقة له بالسياسة الداخلية الأوكرانية اللقاش معنا من واشنطن الدبلوماسي إلى أمريكي السابق بول جانزيك أهلا بيك سيد جانزيك روسيا تحجد أكثر من 130 ألف جندي ثم تقول لماذا المبالغة؟ كيف تقرأ واشنطن هذا الأمر؟ مساء الخير لك وشكرا جزيلا لإستضافتي ومن دواعي فخرين نكون معكم موقف واشنطن هو أن الآن هذا ما تجمعه روسيا من الجنود يخوف وشيء رهيب على حدود أوكرانيا معظم الناس في واشنطن يبدو بأنهم بموقف يقول بأن هذا مقدم لغزو كبير ولا يتعمقون كثيرا في أسباب أخرى لماذا العديد من القوات موجودة هناك؟ أظن بأن شيئا مماثلا من هذه المجموعات الكبيرة من الجنود أعتقد بأنه ربما سيكون هناك توغل من الروس ولكن هناك شكوك كثيرة من واشنطن وهم يبتسمون حين يتحدث الروس روسيا أيضا تكرر بأنها لا تبالي بعقوبات من قبل الدول الغربية يعني هل لديها بدائل خاصة في ظل تقاربها أكثر مع بكين؟ في العوام الأخيرة نعم هذا سؤال وجيه جدا لأن الناس ربما لا يتوقفون ويسألون لما هي تداعيات على روسيا الاقتصادية أعني فهم عملوا عملا كبيرا حتى مثلا يوقف تعاملاتهم بالدولار الأمريكي وكما ذكرت فإن العلاقة مع بكين بكين تكيد هم اتفقى على مثلا على صفقة الغاز على مدى ثلاثين سنة أو خمسة وعشرين عاما وكان هناك مقترح بأنهم سيبيعون للصين على مدى طويل وذلك حتى يبعد الغرب عنهم ولا يعتمدون على بيعهم الغاز من سيبيريا إذن الروس نعم اتخذوا إجراءات لحماية اقتصادهم من أي ضرر يمكن أن يحدثه الغرب يعني بمبدأ الربح والخسارة ربما هذا ما يحدد أي خطوة قد تتخذها روسيا أو يتخذها بوتين شخصيا ما الذي تكسبه موسكو في حال غزو أوكرانيا وما الذي تخسره؟ هل المكاسب أكبر؟ يرتبط برؤية من هو في موسكو أن تجربتي مثلا مع روسيا هي أنهم يريدون بأن يكون هناك دائما خلافات داخل الحكومة الأمريكية وهناك خلافات في الرؤى فمثلا بالنسبة للجيش الروسي فإنهم يستعملون فكرة بأنه سيكون هناك فضاء استراتيجي بينهم وبين الغرب وبأن هذا ضروري إذن الأمر الآن يتعلق مثلا بالفضاء الاستراتيجي ونفوذ روسيا وبأن الجيش الروسي يمكن أن يفرض رأيه في تلك المناطق وهذا طبعا مربح بالنسبة للجيش الروسي أما بالنسبة لرجال الأعمال الروس فمسألة العقوبات يرونها بطريقة مغيرة أنا أرى بأن الموقف ربما قد خرج عن الأيدي وأعتقد بأن الأمر خاسر بالنسبة للروسيا لكن تقريبا لحديثه هل يمكن أن تعادي موسكو العالم للتحقيق خلاف بين الأطراف السياسية الأمريكية ما الأولوية الأساسية لبوتين الأولوية بالنسبة للسيد بوتين هي بأن يحفظ ماء وجهه كما يقال فطبعا الآن صورة روسيا العظمى هي على المحاك وعليه أن يخرج بشيء ما سواء كان ذلك ربما مثلا اتفاقا من خلال الدبلوماسية وروسيا قالت بأنها قد استثمرت مثلا في اتفاقية منسك والتي كانت تدعو لوقف إطلاق النار مع الأوكرانيين أو ربما تعزيز الدور الروسي أو يكون هناك وعود من الغرب لروسيا بشأن تلك المنطقة وكيف يمكن أن تدعو في ذلك كل هذه المعطيات كيف توازن واشنطن بين خياري الدبلوماسية وأيضا التصعيد العسكري يعني كيف يمكن أن تعيد الدفة أو ترجيح الدفة للخيار الدبلوماسي مع هذا التعنت الروسي أظن هذا هو السؤال الأهم في هذه اللحظة لأن مثلا معاهدة نورماندي كما تسمى أو وصفة نورماندي فهي اتفاق بين أربعة دول فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا الولايات المتحدة قد طبعا أخرجت من تلك المعاهدة وحين ذكرت اتفاقية منسك قبل لحظات فكان هذا جزءا من تلك المعاهدة معاهدة نورماندي إذن يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بضمان أمن أوكرانيا ولكن ربما بعدم استفزاز أيضا الروس بالمعنى العسكري إذن أرسلنا طائرات حربية وقوات لمناطق النيتو ولكن قلنا بأننا لا نريد الحرب أعتقد بأننا نريد أن تكون هناك موازنة من جهتنا في الأطلسي تطالب موسكو بالعودة إلى اتفاق منسك هل سيكون مرضيا لموسكو تقبل به واشنطن وتتنازل عن ذلك كييف؟ أعتقد بأن سيد زيلنسكي رئيس وزراء أوكرانيا أظن بأن عليه ربما أن يكون شفافا بشأن الامتثال باتفاقية منسك حتى لا يمكن أن يقول الروس بأن الأوكرانيين تحركوا بطريقة لا تتماشى مع روح الاتفاق أعتقد بأن هذا هو ما تركز عليه موسكو وإذا كانت رؤيتهم بأن دعم الغرب لأوكرانيا لا يجعلها تلتزم باتفاقية منسك إذن على زيلنسكي أن يكون شفافا وعليه أن يوافق على ذلك يبقى السؤال دائما بالحديث عن الدبلوماسية هل كل ما يجري ضمن إطار ضغوطات اللحظات الأخيرة لتحقيق مكاسب سياسية أم أن ما يجري بالفعل يدلل على أن الحرب باتت وشيكة أعتقد بأن الجملة الأخيرة هي صحيحة فالدبلوماسية تبدو بأنها تسعى لأن تجنب نزاعا عسكريا لقد كان هناك ذكر علني من جانب الغرب كالمانيا المشاشر الألماني وتقريركم أشار إلى ذلك سيذهب إلى موسكو هذا الأسبوع أعتقد بأن الأمور ربما في أيدي الألمان الآن ونعتقد بأنه إذا فردت عقوبات فالاقتصاد الألماني أيضا هش ربما لو انقطعت عنه الطاقة الروسية أعتقد بأنه لو كان هناك أو لو طبقت معاهدة نورماندي فإن ألمانيا ستحصل على ما تبحث عنها وروسيا أيضا ستقبل بالوسطة الألمانية من واشنطن أبدبلوماسي إلى أمريكي السابق بول جانيسك شكرا جزيلا لك